هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption توزي اللهب طبعا في هذا المقطع رح اوريكم ثمانية اماكن للوت الرهيب ثمانية اماكن رح تروح لها رح تحصل فيها مجموعة من السبايك الذهبية ومجموعة من القطع الذهبية ومجموعة من الرصاص وموجوعة من المجموعة من الادوية ومجموعة كبيرة من الاشياء المفيدة لارثر مورغن وشخصيتك فيلا نخش في المقطع طيب بالنسبة لأول مكان رح يكون في هذه المنطقة زي ما تشوفون في الgame play طبعا في هذا المكان رح ناخذ قطعتين ذهبية ورح ناخذ ايضا مبلغ جيد من الفلوس وايضا رح ناخذ مجوهرات يعني مكان مليان باللوت ومكان جدا فخم طبعا لما توصل للمكان راح تخش على هذه المنطقة زي ما زي ما انتم شايفين في الgame play خشيت هنا بعدها رح تتوجه لهذا المكان تحديدا وخذ بالك لانه المرحلة القادمة والخطوات القادمة فيها شوية مغامرة وفيها شوية يعني طيحات وممكن تموت وممكن مو من اول مرة يصبط معاك يعني يبالك تحاول اكثر من مرة عشان توصل للمكان المعين حقنا طبعا حاول بقدر الامكان انك توزن شخصيتك بحيث انه يمشي مصبوط وما يطيح على سبيل المثال انا قاعد اقرب راسه من من الحجر او من الجدار عشان لا يطيح فانت حاول بقدر الامكان انك يعني تضبط وضعك بحيث انه شخصيتك ما يطيح وايضا ترى في فترة من الفترات رح توصل لمنطقة اللازم انك تنط من النقطة الف للنقطة باء يعني لازم تيجي داعس بعدها تنط تيجي مع الشغل جريا بعدها تنط تيجي مع الشغل جريا اوت اذا نجحت في التسلق ووصلت لهذا المكان كل اللي عليك انك تتمتع باللوت راح تحصل قطعتين ذهبية ورصاص وايضا مجموعة من المشروبات اللي ممكن تاخذها بلاش المشروبات هذه يعني في المحلات تحصل سعرها غالي لكن هنا انت راح تحصلها بلاش ورح تفيدك كثير 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 ايضا اذا خلصت من تلويت هذا المكان كل اللي عليك انك تطلع من هذا القطار المحطم ورح تتوجه لمكان اخر جنبه على طول هنا حطام وهناك فيه ايضا حطام ثاني زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا في هذا المكان راح تحصل مجوهرات ورح تحصل برضو مشروبات حلوة وايضا راح تحصل مبلغ مال يعني راح تطلع من هنا تقريبا معاك 1300 دولار والله نعمة على مكان فقط تتوجه له وتأخذ الفلوس بالنسبة للمكان الثاني راح يكون في هذا المنطقة زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه لهذا المكان وفي هذا المكان راح يكون فيه لوت عظيم ومجموعة من الاشياء اللي راح تفيدك طبعا ايضا راح تحصل اسلحة ترى هنا راح تحصل عند هذا الشخص سلاح وايضا جو البيت فيه شخص ميت وجنبه سلاح فاذا كنت شخص يعني تحب هذا النوع من الاسلحة فتقدر تاخذ دول منه يعني تذبل سلاحين من نفس السلاح وصراحة السلاحين اللي موجودة هنا جدا رهيبة والفاير ريت حقها جدا جدا رهيب او سرعة الطلق فيها سريعة لكن قبل الاسلحة كل اللي عليك انك تفك اللوت بوكس هذا لانه فيله قطع ذهبية وفيله مجوهرات زي ما تشوفون في الجيم بلاي اخذنا جولد نقيت واخذنا بلاتنوم واتش واخذنا مجوهرات زي ما قلتلك ايضا فيه سلاحين تقدر تاخذهم هنا وتخليهم دبل مع بعض يعني صراحة السلاحين هذولا نوعا ما جيدين واحلى ما فيهم الفاير ريت حقهم انه سريع طيب بالنسبة للمكان الثالث راح يكون في هذه المنطقة زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه لهذا المكان طبعا لما توصل للمكان راح تحصل انه عبارة عن مدخنة في المدخنة هذي راح يكون اللوت حقنا ورح نحصل مجوهرات وايضا راح نحصل جولد نقيت يعني راح نحصل اللوت كويس على مكان جدا جدا سهل وما راح نتعب ولا حاجة بس شيل وحط في الجيب سلام علي بالنسبة للمكان الرابع راح يكون شجرة الوسكي بكل بساطة راح تتوجه لهذا المكان وراح تحصل شجرة فيها وسكي معلق بحبال كل اللي عليك انك تضغط R3 و L3 بدون ما تقنص عشان يفعل هذه الخاصية راح تحصل انه احد الزجاجات فيها زي الاشياء الذهبية هذه الزجاجة كل اللي عليك انك تطلقها بعد ما تطلقها راح يطيح منها جولد نقيت او قطع ذهبية شيلها وسلام عليكم متخارج بالنسبة للمكان الخامس راح يكون عبارة عن مجموعة من البيوت الموجودة في هذه المنطقة راح تحصل فيها قطع ذهبية ولوت ومشروبات ومشروبات عب الديد اي ومشروبات عب الهيلث ومشروبات عب الاستمنة يعني راح تحصل مشروبات نادرة في هذه البيوت الموجودة في منطقة لاكي زي ما تشوفون في القيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه لهذه البيوت وتلوتها تلويت قوي عشان تطلع بارباح ايضا انتبه من هذا الشخص انتبه من هذا الشخص هذا الشخص شيطان هذا الشخص عفريد اذا طبعا انت لما تقرم منه يجي يقول لك كيف حالك وكذا يسوي بطيب بعدها يقول لك حياك الله في البيت اكرمك وظيفك مدرش المهم اول ما تخش يضربك في راسك ويغمى عليك تصحى تحصل نفسك في مكان ثاني وطاقاتك كلها نازلة الهيلث نازل صفر والستامنا صفر الديد اي صفر ما ادري ايش سوى لك لكن البعض يقول انه يعني هذا كلامهم يعني يقول انه هذا الشخص لما تيجي عنده يغتصبك ما ادري يعني صراحة لكن هذه هي المعلومات اللي قالوها البعض يعني لكن انت بجرد ما تشوفه تفجر له وجهه عشان ترتاح من الكلام الفاضي هذا وتلوث على راحتك انتبه منه ها المكان السادس راح يكون في هذا المكان ازاي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه له لما تتوجه له راح تحصل عبارة عن عربة مكسرة وحالة حالة كل اللي عليك انك تدور على هذا اللوت بوكس او هذا الصندوق وفي هذا الصندوق راح نحصل ثلاثة قطع ذهبية كل قطع ذهبية تنبع تقريبا بعشرين دولار شي لها يا ابويا وانت كذا تصير مطنوخ وعلى شي ما تتعف فيه وتشي ثلاثة قطع ذهبية ما يحلو الا جدا حلو اي شي بلاش حلو كالعادة اي شي بلاش حلو بالنسبة للمكان الثاني المكان السابع راح يكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه له ورح يكون عبارة عن بيت صغير كل اللي عليك انك تلوت في هذه المنطقة ترى فيه مجموعة من المجوهرات ومجموعة من الاشياء القيمة لما تخش راح تحصل هذا الشخصية او هذا الشخص الميت هيكل عظمي وبالي انها حرمة يعني ما عليك فيها لا تطالع فيها لوت المكان خذ الاشياء اللي تحتاجها خذ الادوية اللي تحتاجها لكن اهم احد الاشياء اللي لازم تاخذها المجوهرات الموجودة في هذا المكان راح تحصل المجوهرات تنبع بمبالغ مالية عالية كل اللي عليك انك تشيلها ايضا اذا خلصت واخدت هذه المجوهرات لا تنسى انك تاخذ المجوهرات اللي في غرفة البنت في غرفة ثانية في هذا البيت كل اللي عليك انك تخش لهذا المكان وفي هذا المكان راح تحصل مجموعة من المجوهرات ومراية واشياء قيمة في هذا البيت خذ الأشياء اللي تحتاجها ولوتوا تلويت جيد عشان تطلع من المكان بأرباحك العالية بالنسبة للمكان الثامن راح يكون في هذه المنطقة زي ما تشوفون في الجيم بلاي لما توصل لها برضو بنفس الطريقة راح تحصل إنها والله عربة وفي هذه العربة راح يكون فيه زي الصندوق كل اللي عليك إن كتير الأشياء اللي فيه وأيضا زي ما قلتلك مجموعة من المشروبات ومجموعة من الأدوية ومجموعة من المجوهرات إذا جمعت كل شيء الآن كل عليك إنك تروع عند الفنس أو الفنسر وتبيع هذه الأشياء عشان تطلع أرباحك الجيدة طيب كذا وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حط لايك لا يجيك هد الحين يطلع من رأسك ذهب يلا سلام عليكم